اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تريند الاهلي الفريق يواصل تدريباته استعدادا للجونة لسه في تريند الاهلي ولي سليمان غير قابل للكسر وفي تريند العالمي احتفالات بايرن مستمرة بعد تتويجه بدور الابطال هو في ايه بقى؟ في ايه؟ حاجة واضحة وضوح الشمس اللي احنا متابعينه على مدار الساعات الاخيرة واضح وضوح الشمس وملموس عند الناس كلها اللي مش واخد باله يبقى هو مش عايز ياخد باله اللي مش ملاحظ يبقى هو مش عايز يلاحظ ايه بقى؟ مش عايز يلاحظ ايه؟ الحملة والتحامل على النادي الاهلي حملة واضحة وتحامل على النادي الاهلي فيه يا جدعان احنا احنا خسرنا ماتش احنا لعبين عشرين وواحد وعشرين ماتش خسرنا فيه ماتش واحد فيه ان المشكلة اللي هنا بص احنا زعلانين ومتدايقين كجمهور اهلي وانا حتكلم على جمهور اهلي تحديدا لانهو عنده قدر كافي من الوعي وعارف كويس قوي ايه اللي بيحصل وقاريه وبراهن دايما على زكاء جمهور الاهلي والكلام والله مش كلام كده وخلاص وعشان تبقى عارف كل كلمة طالعة مني هنا عن اقتناع تاني عن اقتناع تاني فاللي بيحصل وضح وضوح الشمس لكل اللي امتابعين وفي الحقيقة الزملاء العزاء سواء سيف او براهيم مفضوحين 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 كلام نسخة تبقى الاصل نسخة تبقى الاصل هو هو طلع بص يعمل مقارنة كده وحتلاقي الكلام مفيش كلمة مختلفة عن التاني خالص امبارحة كل ده انتو لما صدقتوا هكذا انتو لما صدقتوا الاهلي خسر عشان الاهلي خسر الدنيا بقت بايزة الفرقة بقت فاضية المدير الفاني ما بقاش نافع الادارة بقت لازم تمشي بقاني منطق وبقاني عقل انتو تفكروا ازاي ازاي انا عايز افهم طيب اولا اللي عرفوا لما تكون في قناة عامة لازم تكون محايد لما تكون في قناة عامة لازم تكون محايد مش عارف تبقى محايد اعمل قناة على اليوتيوب قول اللي نفسك فيه مش عارف تعمل قناة على اليوتيوب تعالوا وانا اقولك تتعامل ازاي وعندي زملاء كتير أعزائي هنا في القناة يقول لك تتعمل إزاي وقول فيها بقى اللي أنت عايزه وتحيص براحتك وكلام مندي لكن ما ينفعش تكون في قناة عامة واخد صف نادي عن التالي طيب رسالتي لسفو إبراهيم رسالتي ليهم أمنتوا كده بتتكلموا على الفريق صاحب المركز الأول بفارق 14 نقطة في بطولة الدوري وبتتكلموا عنه بطريقة دي وشايفين في كل المساوئ دي شايفين إن كل حاجة وحشة وكل حاجة بايزة وما اللي هتقولوا يا على الفريق الصاحب المركز الثاني أه صحيح أنتوا مش هتقدروا تقولوا وأنا عارف وحضراتكم اللي بتتفرجوا عليها دلوقتي عارفين ليه هم مش هيقدروا يقولوا أنتوا عارفين كويس ليه أما الفريق صاحب المركز الأول المتقاهي لنصف نهاء دوري عبطال أفريقيا بيتقال عليه كده وبيتقطع فيه بالشكل ده يبقى الفريق صاحب المركز الثاني المفروض تقول عليه إيه مع كامل الاحترام لكل الفرق بس المفروض تقول عليه إيه لكن إنتا مش هتقدر تقول لأنك مقفوش باين أوي واضح أوي سقطت الأقنع في الحقيقة في المواقف اللي زي دي باين لك اتجاهه إيه ده اتجاهه رايح فين واخد أنهي جنب محايد ولا مش محايد تمام النقطة كمال لأنا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم ونوضحها وبص في الأول وفي الآخر إحنا ما تعرفين هنا هو ماتش الزمال كان فيه أخطاء ماتش الزمال كان فيه تقصير من بعض اللعبين ده كلام خلاص إحنا متفكين عليه بس هل معنى كده إن الأهلي بقى ده خلاص كده الفرقة ضاعت والمجلس الإدارة ضاع وكما دي الجهاز الفني والإداري وكل الكلام من ده الدنيا بازت خلص هل ده يسوي ده هزيمة ماتش تسوي كل اللي بيحصل ده ده إحنا واضح إن إحنا كنا قاعدين لأ الأهلي حيخسر ماتش ده طب لأ لما يخسر ماتش ده لما يخسرش ياه طب خلاص ماتش ده خسر قطع بقى في الأهلي خلص على الأهلي انهي عليه قبل نص نهاية أفريقيا بقاني منطق وبقاني عقل لما تيجي تكلمني وأنا مشاهد راعي إن أنا عندي قدر كافي من الزكاء راعي إن أنا عندي عقل أفكر بي لكن ما تستغبنيش ما تشتغلش معايا بالأسلوب ده مش هتجروا الأهلي لمنطقة دي لازم هنرد لازم هنوضح الحقيق النقطة كمان المهمة وصيف مثلا نتكلم على إيه على الجانب الإداري المشكلة في المكتب المشكلة فين في المكتب طيب حضرتك لما كنت في المكتب في التحدي الكرة مشيت ليه قل لي السبب مشيت لي ما أنت كنت في المكتب هو كنت عارفت دير ولا مش عارفت دير عارفت دير ولا لا ما عارفتش طبعا عشان كده مشيت عشان كده مشوق طيب اللي في يده في المياه ما زي اللي في يده اللي في النوع تمام فانت واخد توجه واضح جدا سواء انت او هو واخدين توجه واضح جدا مش بص بين للناس كلها وبعدين النقطة كمان المهمة واللي حابة بتكلم فيها وهي موضوع ان الاهل بيخسر صفاقاته وصورة بتحاولوا تصدروها للناس ان الاهل بيخسر صفاقاته هتولي يا جماعة كده احنا مع بعضه ها ابعتولي على صفحات القناة انا وعنديش مشكلة وارد عليكم الاهل يخسر صفاقات ايه قولي الصفقة اللي دخلها النادي الاهل يخسرها طيب انت بتقول رمضان صبحي ماشي رمضان صبحي الاهل اتفق معه وخلص كل حاجة هادرسفيلد الاهل خاد منه مكتبة رسمية بالموافقة على المبلغ اللي تم الاتفاق عليه مع قدارة هادرسفيلد واللعب بتاعك خلاص خد منه قمدته واعلن رسميا انه هو بتاعك والموافقة موجودة في النادي الاهل لعب غير رأيه هو حر له مطلق الحرية لانه هو مش على قوتي كنادي كده انا بقسرت صفقة وهنا شغلت عليها صح وانجحت وانجحت مع هادرسفيلد في الحصول على الموافقة بخصوص رمضان قادي رمضان هتقولي شريف شريف ده واحد اعلن رغبته من شهر يناير اللي فات انه هو ماشي الأهلي ممسكش في حد عايز يمشي انتو عارفين كده الأهلي ممسكش في حد عايز يمشي كده بقى الأهلي غلطا في موضوع شريف مين تاني مين قالك مين عبدالله سعيد احنا هنفضل بقى كم سنة في موضوع عبدالله سعيد هو عبدالله سعيد مش من الأهلي امتى من ثلاث سنين فاته 2017 احنا داخلينا على 2021 نبقى احنا سيدي في 2021 يعني من ثلاث سنين فاته لا عيب كبير كأوي مقدرش حقول لغير كده طبعا لا عيبة فالكولة لكن الاهلي مبيضعلش حال اعيب مشي من عنده وبعدين لما مشي عبدالله احنا بنا خد الدوري في ثلاث سنين لما مش عبدالله احنا اكوني دوري في ثلاث سنين لما مشي عبدالله احنا احنا ده افريقيا وخسرنا بفعل فاعل من غير عبدالله Waakhadallah خدنا السمري المصري لما مشي عبدالله احنا مكاملين في عيب في مسيرتنا. لما اعتزل الخطيب احنا مكملين في مسيرتنا. الأهل مكمل. أي حد بيمشي الأهل مكمل. لما مشي أبو تريك الأهل مكمل. وبيأخوا بطلات. لكن واضح بتحاولوا تردوا مين. واضح. واضح اللي اتجاه رايحلي فيه. فبصراحة الموضوع بقى يعني بقى للناس. جدا. جدا يعني. وبعدين سواء سيف أو إبراهيم في الحقيقة يعني مش عارف أقول إيه. في الحقيقة أنتو للأسف الشديد للأسف الشديد جدا جدا ظهر شكلكو الحقيقي مبارح للجمهور. الأهل فوق الجميع. وليس مجرد كلام بيتقالوا خلاص. ها؟ لما أنت كإعلامي ما شاء الله عليك سواء أنت أو هو مميزين. تمام؟ وتطلع هتقول كلام غير منطقي الناس هتقول عليك إيه. هتقول لي ما أنت في قناة الأهلي لازم تقول كده. وانت بتطبل. طيب. أنا يا جماعة أنا ما ليش علاقة بالطبيل أقسم بالله ما ليه علاقة بالكلام ده ولا بطبل ولا حاجة وما بقولش أي حاجة غير لما أكون مقتنعة بيها. تمام؟ بالمناسبة. أنا موجود في قناة الأهلي بقى لي سنين كتيرة جدا. اشتغلت مع مجلس عسن حمدي مع مجلس محمود طهر مع مجلس محمود الخطيب مع كامل الاحترام والاحتفاظ بالأركاب. يعني أنا أنا بشغل موجود في النادي الأهلي. همي اسم النادي الأهلي. بصراحة من الآخر يعني. عشان بقى تقفل الحتة دي. لكن في كل الأحوال أنت اللي اتفضحت. تمام؟ أنت بتتكلم على الجانب الإدارة يا كابتين سيف. أنت معرفة الشلة بتاعتك. اللي بتنزل الانتخابات مجلس الشعب. اللي بتنزل الانتخابات مجلس إدارات أندية. ها؟ وانتخابات اتحاد الكور. شلة كده مع بعض. ومش حتكلم أكتر من كده. يعني فيه ناس كبير. ولازم يكون لهم كل الاحترام والتقدير. لكن لما حتلاقي أن الناس خلاص لما صدقت الأهلي خسر ماتش عشان تخلص عليه لا مش هيحصل. الأهلي مش هتخلص عليه. وبعدين إبراهيم قال لك إيه؟ قال لك الفرقة فاضية. إزاي إزاي الفرقة فاضية؟ وإنه بيقنعني. ما هي تقنعني أقنعك. الفرقة الفاضية دي ها؟ اللي فاديت دي هي هي الفرقة اللي كسبت سان داونز وصعدت لنص النهائي. هي هي الفرقة اللي دلوقتي محتلة المركز الأول في بطولة الدور الفارق كبير من النقاط. نفس العناصر أقول لك تشكيلات الأهلي في ماتش سان داونز ماتشين سان داونز الأهلي اللعب الشيناوي في الماتش الأولي اللي كسبنا فيه 2-0 في القاهرة. الشيناوي أحمد فاتح محمود متوال ياسر بريم علي معلول دول موجودين هل موجودين؟ موجودين. السلية ديانج موجودين ها؟ ها؟ موجودين. ماشي. الشحات وقفشة وقجيه ومروان موجودين هل مش موجودين؟ موجودين. عمر السلية ديانج متوال جيرالد وبادي أجايه حد فيهم ماشي من الأهلي رد قل لي اقنعني محدش فيهم ماشي من الأهلي هتقول لي تم ما هو رمضان مشي هو رمضان اللي عمي من ماتشات دي إمكانيات عظيمة رمضان تمام؟ إمكانيات عظيمة بس إحنا معظم الماتشات من أعمل غير رمضان وكل الماتشات اللي عمناها من غير رمضان إحنا كلنا منكسب أهمهم كان ماتشين سان داونز كسبنا وصعدنا إذن إيه؟ إذن الأهلي ماتقصرش بغياب أي حد إذن إيه؟ إذن الفرقة مش فاضية هتحاولوا تهزوا من ثقة اللعبة مش هيحصل هتحاولوا تهزوا من ثقة الجهاز الفني اللي كنتم بتقولوا فيلر دا حاجة عظيمة فيلر دا قدمت مدير فني إزاي إدارة الأهلي قدرت تتعاقد معاه؟ شابول إدارة الأهلي دلوقتي بقت إدارة الأهلي وحشة دلوقتي بقى فيلر وحش عشان ماتش ما كناش موفقين فيه وعندنا أخطاء فيه عشان ماتش الدنيا تتقلب كده تماما؟ إزاي؟ يا أخي حتى وأنت بتتكلم قول كلام منطق عشان حتى تصدق نفسك شاك لكنت قدام نفسك إيه؟ أنت واخدين اتجاه واضح دا سكريبت واحد متوزع مش معقول سكريبت واحد بس الأهلي في ظهروا قناته قبل قناته الأهلي في ظهروا جماهيره اللي وعية جدة واللي عارفة كويس قوي كل واحد قصده إيه؟ وكل واحد أهدافه إيه؟ واضحة وضوح الشمس هو دا عنوان الفقر يعني عنوان كان ترند إحنا النهاردة منتكلم فقرة بعنوان وضوح الشمس الموضوع واضح فحاجة بصراحة غريبة حاجة غريبة وأنا دايما دايما وتابعت في الحياة جمهوري الأهلي على السوشيال ميديا عمضار الساعات اللي فاتت لا في قدر كبير من الوعي عارفين أولي بيتعامل مع النادي الأهلي دلوقتي عارفين قوي اللي بيحصل موضوع ليه أبعاد كبيرة ليه أبعاد كبيرة وخلي بالك برضو إحنا ما مطلعش مبررات إحنا بنكشف حقائق لازم الحقيقة تتكشف لازم الناس تاخد بالها عشان اللي مشوا أخد باله ياخد باله وأعتقد ما فيش دليل أكبر من دليل مبارح قناة عامة المفترض أن هي تبقى محايدة قناتين هم بنفس الاسكريبت بنفس الكلام بنفس المدة اللي تكلموا فيه فحاجة غريبة بصراحة لكن أنا اللي أقدر أقوله إيه في النهاية اللي أقدر أقوله إيه شابوه سيف زهر شابوه إبراهيم فعي ده اللي نقدر نقوله النقطة كمان اللي لازم نتكلم فيها وهو التكسير في بعض اللاعبين وهتكلم على وليد سليمان تحديدا وليد سليمان الناس ماسكة في اللاعب إن هو متعمد إزاء عبدالشافي وإن هو راح يعتظر لعبدالشافي وكلام بصراحة يعني إيه مالوش أي لازمة وكلام ناس عايزة يفضل فيه فتنة ما بين الجمهور معنى دلوقتي إن كرة مشتركة عبدالشافي من اللاعبين اللي بصراحة أنا بحبهم جدا أنا بحبه قوي لعيك في زمالك وفيه كذا لعيك في زمالك أنا بحبهم عادي أنا بحبهم بس عبدالشافي ده أخلاق عالي قوي حاجة جميلة حاجة جميلة وليد راح له يزوره كرة مشتركة اللي اتنين اتخبطوا اللي اتنين إصابات بتاع فراح يشوفوا يعني يتطمن عليه هل هو رايح يقوله أنا قاسف ما تزعلش مني لا ده هو رايح يتطمن عليه لأنه وليد أصلا مغلطش لأنها كرة مشتركة وهي دي كرة القدم انت لما حتقول كده بقى انت متفهمش كرة والله انت كده متفهمش كرة كرة في الهواء اتنين مشتركوا مع بعض دي هي دي كرة طيب ما هو وليد نفسه وهو وليد في الحقيقة لو ينفع تعرضوا لي الكلام اللي هو كتبه على الصفحة بتاعته وليد نفسه طلع قال لك شرح لك الكصة كلها قال لك المعاني الإنسانية والحملات الله أخلاقية وعنده حق زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة قال لك ايه هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية وجانب الأخلاقية والأغراض مفضوح تعمد البعض تفسير زيارتي الزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا محمد عبدالشافي نجمي دفاع الزمالك في المستشفى على انه نوع من الاعتذار مني بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة الى ان هذا الاعتذار غير مقبول وراجب يقول لك فانا اصلا مرحتش اعتزارت انا رايح بتطمن على زميلي في الملاعب اللي منتمنى له يا رب الشفاء العاجل يا رب الحقيقة ده كلام وليد بقى اني مرحتش لزميلي اللي تقديم واجب الاعتذار فانا لم اخطئ وده بشهدته هو شخصية اللي هو عبدالشافي ويعني الكلام مستمر واتكلم انا بفكركم اني كنت شخصيا ضحية لإصابات كتير ابرزها ايه في موراة القمة موضوع شوق السعيد والتدخل اللي حصل فيه كمة نهائي كاس مصر وبعدها تلع اللعب شوق السعيد مع ابراهيم واخد بالك قال لك ايه قال لك انقاصد وقال لك فيه اصابة كمان في 2016 بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة الكم في كاس السوبر بالامارات 2016 كان تدخل عنيف من محمد كوفي حال حد تلع ساعتها يا جماعة اهلا قطاط يا سلام اهلا طيب بص بقى التدخل ده ايه ده ايه يا راجل ده ليه ما ساعتنا ساعتها ليه ما رحماش اشتكينا للفيفا ساعتها ليه وليد سليمان ما تلعش قال لك اصلا دول قصدين يئزون ها انتو بصوا يا جماعة انتو في كل الاحوال بتحاولوا تستغلوا النادي الاهلي بتعامل بمبادئ وباحترام ومبادئ الاحترام دي مش معناها الضعف اطلاق بالعكس انت سهل قوي سهل قوي تكون ليه القد لكن صعب تكون محترم وقد اه والله كرة زي دي كسر مضاعف كسر مضاعف لوليد سليمان محد استلع اتكلم ليه ساعتها تمام ده انا فيك بص ده انا فيه حتة كمان حقولها لكم مهمة قوي عايز اتكلم فيها برضه تعال لي يا بيبو بعد ازا من الاخر كده عشان نقفل الملف ده احنا اتكلمنا على موضوع وليد واتكلمنا على سيفو ابراهيم وعشان نختم موضوع سيفو ابراهيم مش معنى مش معنى وهي يعني رسالة ليهم هم انا بقولهم هم مش معنى ان انا مطلب من النادي ان انا عايز مدخلات مع مسئولين وعايز مدخلات مع لعبين وكلام من ده والنادي يرفض عشان سياسته وعشان عايز اللعيبة تبقى مركزة والناس تبقى مركزة في التحديات اللي قدامك مش عشان الاهلي رفض وانا بجيبها لك على بلطة من الاخر هو مش عشان الاهلي رفض يبقى الاهلي ده بقى وحش مش هشأل أهلي رفض يبقى الأهلي ده ما بقاش عنده مجلس إداره مش هشأل أهلي رفض بقى الأهلي ده ما بقاش عنده مدير فني وبقى فرقة فاضية مش عارفوا بالله يمسدين نفسهم إزاي بصراحة مع كامل الاحترام والتقدير لشخصهم يا جماعة وأنا عمري متجاوز في حق أحد دي مش أخلاقي أعجب متجاوز بس أنا بقول حقيقة اللي الناس لازم تعرفها وإنت كمشاهد لك مطلق الحرية لك مطلق الحرية إنك تفكر وتكرر تفكر وتشوف مين الصح ومين الغلط فمفضوحين ماشي دي كانت بعض الأمور اللي لازم أبتدي بها حلقة النهاردة واللي كان لازم أوضحها للجمهور النادي الأهلي من خلال حقائق ومن خلال كلام كان مهم جدا وأي حاجة هتحصل من غير منطق ومن غير عقلي وباتجاه معين ضد النادي الأهلي يا جماعة إحنا هنطلع عن نرد خلاص زمن السكوت مش هينفع هنطلع عن نرد بعد الفاصل نكمل استنونا طيب بصراحة أنا والله حاجةني يعني أنا بصراحة حاجةني لأن في الحقيقة لو المجلس إدارة الأهلي مثلا تخيل كده معي خلال قرار قال لك ماشي فيلر دلوقتي وصرح الفرقة دي تمام ومشي بقى مدير الكور وغير بقى خالص دلوقتي غير كله لا أنت وحش أنت ما عندكش حق أنت ما فيش فرقة فرقة فاضية ماشي كل ده لو عمل كده مجلس إدارة النادي الأهلي هتسقف له ولا هتنتقدوا ورده ولا هتقول لي إزاي تعملوا كده وانتوا داخلين على مباراة الفرقية والله هتعمل كده وحيات ربنا الشيخ هتعمل كده تعالوا نشوف تريند الأهلي النهارة يلا مسحة قبل كالجونة ومشاركة الشيخ وجلسة مطولة بين فيلر واللاعبين وده من الصفحة الرسمية يلا كورو على فيزبوت الحساب الرسمي الواطن سبورت على تويتر قالوا إن صالح جمع يكترب من دخول قممة الأهلي أمام الجنة وعندي تفصيلة مهمة جدا في الموضوع ده بعد ما نخلص العلم يلا الصفحة الرسمية اليوم السابع على فيسبوك كتبوا إن فيلر يحمل حمدي فاتحي وديانج مسؤولية هزيمة الأهلي في مراته في كمة ده الخبر ده يتعمل له بلوك على طول غير حقيقي بالمر يلا من حساب أهلي فانز على انستجرام بيوجهوا الدعم لفايلر في المرحلة المقبلة تمام ورسالة من الحساب الرسمي للأهلي على تويتر وليد سلمان غير قابل الكسر جمهوره دا حمان أما الحساب الرسمي السوبر كورا على تويتر فكتبوا إن اتحاد الكورا يرفض معاقبة وليد سلمان بتهمة تعامد إزاء عبدالشافي كلام فاضي الحساب الرسمي سبورت سري سيكستي على تويتر نشروا إن محامي كريم ندفي دا لإن إصابته لم تتجدد وحالته مطمئنة جدا ويصير بشكل ممتاز برنامجه التأهلي وده حقيقي وإن شاء الله يرجعوا رأيك طيب أنا عايز أطمن كل جمهور الأهلي على استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة وعايز أطمن على بعض الكواليس المهمة اللي هنعرفها من زمينا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي واللي متواجد في استياد مختار التتش بالجزيرة يا فاروق أهلا كل التحية لك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تأقنات النادي الأهلي في كل مكان أهلا بك يا فاروق طبعا عندك كواليس كتير جدا أنا عارف وبالتحديد فيما أتعلق بموضوع صالح جمعة بس أنا عايز أخذها معك بالترتيب كده نشوق الجمهور شوي قولي الكواليس المراني النهاردة آخر الاستعدادات الجانب النفسي الجانب المعنوي عند العيب النادي الأهلي قبل موراة الجونة إن شاء الله يوم الأرض خلينا يا أمير قبل ما نروح للتمرين والكواليس والإعداد النفسي خلينا يعني نتكلم بوضوح يا أمير الحملة الممنهجة على اللعبين وعلى الجاز الفني وعلى مجلس الإدارة أعتقد يعني مش هتفيد ولا هتزيد مع الندل من حقك أن أنت تنقض أنت خبت بالك صح ده أكيد ما فيش حد أنا عايز أقولك يا أمير أنه ما فيش حد من الجاز الفني من اللعبين من الجميع واخد باله من هذا الأمر وعايز أوصل رسالة من خلالك يا أمير النهاردة احنا متواجدين مع اللعبين للأسف للأسف الحملة اللي أنتو عملتوها بالعكس زادت لعب النادي الأهلي الصلابة حلوة زادت لعب النادي الأهلي التحام والتماسك بهذا الأمر فأنا من خلالك يا أمير أنا بشكركم وبقول لهم شكرا مشكرين بجد والله أن أنتو وصلتونا لمرحلة الدعم وأن اللعبة حسد بقيمة هذا الأمر والجلسة اللي كانت بالأمس يا أمير من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ولجنة التخطيط الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا النصف يعني لما نروح لها نتكلم كان لها أثر بالغ وجديد على لعب النادي الأهلي لكن نقول لهم متشكرين جدا لعبة النادي الأهلي بتاع الأمر جدا 113 سنة مش من فراغ يا أمير النادي الأهلي هيفضل هو النادي الأهلي الكيان الشامخ ونسر النادي الأهلي هيحلق في كل مكان ولعبة النادي الأهلي فهم الأمر وفهم هذا الأمر فبنقول لكم متشكرين نروح بقى يا أمير ليه مراني الأهلي اليوم سريعا طوى النادي الأهلي صفحة مباراة القمة آه عندنا إيجابيات وعندنا سلبيات وزاي بمدعترف في الإيجابيات دايما علشان 113 سنة من النجاح ومن العطاء بنقف قدام السلبيات بنعرف سلبياتنا ايه وبنعالجها وده الأمر اللي كان مهم جدا أن مستر ريني فيلر النهاردة في البداية في بداية المران وقف مع اللعبين قبل ما يتكلم عن الإجابات يتكلم مع السلبيات وعلى فكرة أمير يتكلم النهاردة مع اللعبين اللعب لعب ووقف مع بعض اللعبين وهنقولهم بالاسم لكن خلينا نقول المران بدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف المسحة الطبية اللي دايما طبقا لبرتوكول مران الفريق مستر ريني فيلر كان ليه جلسات مع محمد هاني النهاردة عقب المران ويعني نقدر نقول الجلسة امتدت لأقصر من نصف ساعة مع محمد هاني بحضور المترجم مترجم دكتور عمر عمرو محب ايضا كان في جلسة ما بين الكابتن سيد عبدالحفيز ومروان محسن مستر ريني فيلر وقف مع اللعبين ديفيد سيزا كان ليه جلسة ايضا مع محمود كهربا نقدر نقول لعبة النادي الاهلي شايف الحملة الممنهجة اللي موجودة اللعبة كلها مركزة خلاص طوينا صفحة لقاء الزمالك بنركز في الجولة ومباراة الجولة رقم 22 للدوري امام فريق الجونة النهاردة مأمران اكثر من رأى للعب النادي الاهلي تقلق يعني يعني بيستمر في تقلقه بتجي نقدر بيذن الله يكون واحد من المهاجمين المؤثرين جدا جدا في هجوم النادي الاهلي طيب فاروق كلمني على كواليس اجتماع الكابتن محمود الخطيب بالأمس مع الجهاز الفني واللعبين ايه اللي حصل بالضبط بالضبط يا امير كان فيه الجلسة ما بين الكابتن محمود الخطيب الاول مع الجهاز الفني والكابتن سيد عبدالحفيز اتفتح فيها امرين مهمين جدا امير اتفتح فيها ملف اللعبين المعارين مين من اللعبين اللي خلاص يرجع للنادل آلي ومين الي هيتم الاستغناء عنه نشوف احتياجاتنا ماذا ما هو مراكز الي هنحن ozonehae دعم خلال الفترة القادمة. اسPD احدد من المعارين اللاعي lze ne açtageها خلال الفترة القادمة المراكز اللي يعاني منها الاهلي من بالنقص هات legitimGroupト вместе عند مراكز ولا ابدأ اشوف الاول مل сильно يقاط في المعارين ودي النقطة المهمة الشق من خلال الكابتن خالب بيبو ورئيس قطاع النشئين. والتواصل معه للبحث عن المراكز اللي يحتاج من ملاطقها النشئين في نادي لالي. نادي لالي ي laysحر مجموعة من millionaire غيابات quotes. وبإذن الله يكون موجودين مجموعة من القاضين مع الفريق الاول النادي raglie أيضا الكابتن محمود الخطيب ولجمة التخطيط الكابتن وحسن صالح والكابتن زكريا ناصر كلمت مع الجهز الفني وكلمت مع مع اللعبين على ضرورة مصالح الجماهير النادي الاهلي. والبداية هتكون من خلال لقاء الجونة الجميع بيعي وعارف قيمة هذه المرحلة وأهمية هذا الأمر. ودايما يا أمير بنقول إن السند والظهر للنادي الاهلي ومجلس إدارته ولعبيه ويجهاز الفني هو جمهور النادي الاهلي. اللي عمرنا في يوم من الأيام يا أمير مراهلنا عليه وخسرنا الرهان. طبعا طبعا. طيب فيما أتعلق بقى بصالح جمعة يا فاروق. الأمور ماشي ازاي؟ وسمعنا كلام إن الرجل خلال شارك في التدريبات بشكل كامل متكامل وإنه أصبح جاهز المشاركة في المباراة. بل كمان إن فيه اهتمام بيه من قبل مستر ريني فييلر واحتمالية لتواجده في قيمة الفريق في المباراة المقبلة. قل لي التفاصيل والكواليس اللي عندك في الجزئية دي تحديدا. بالظبط أمير مش أزيد على الكلام اللي انت قلته. اهتمام وصالح جمعة خلاص بيدخل حسابات مستر ريني فييلر في المباراة القادمة بإذن الله يكون موجود صالح جمعة وأعتقد إن فيه أمور وفيه جلسات تمت مع صالح جمعة نتمنى إن صالح جمعة إن شاء الله واحد من اللعيبة المؤثرين والفرصة جات لصالح جمعة وزي ما بتيجي لأي لعيف في النادرقالي إن شاء الله صالح جمعة يكون على قدر المسئولية قدر أمال وطموحات جمعير النادرقالي اللي دايما بتران على صالح جمعة كان فيه اهتمام من كل أفراد الجازي الفني سواء من مستر فييلر من توماس من ديفيد سيزا بمتابعة حالة صالح جمعة شايفوا النهاردة بيتقلق في المران بالأمس كان موجود في المران الجماعي والنهاردة بيشارك في المران الجماعي أيضا كان فيه متابعة مع الطبيب التغذية لمتابعة وزن صالح جمعة اللي بدأ في يعني نقدر نقول لوزن صالح جمعة في فورما إن شاء الله مناسبة إن شاء الله إن هو يكون موجود مع عناصر النادرقالي خلال الفترة القادمة وأنا أقول لك يا أمير بالتأكيد صالح جمعة ضمن حسابات فييلر للمرحلة القادمة بدءا من لقاء الجونة ده خبر مهم وسعيد لكل جمهور النادي الأهلي لما يمثله صالح جمعة من إضافة كبيرة للصفوف الفريق وطبعا كله بيكون تبقى للرؤية فنية الخاصة بالمدير الفني لكن أخيرا يا فاروق عايز أتكلم معاك بخصوص الإصابات آخر التطورات وكواليس الإصابات ومين إن شاء الله قرب يرجع والإصابات الطويلة أخبارها إيه كمان نقدر يا أمير نتكلم على محمد محمود خلال أيام محمد محمود هيقترب من الدخول للمراني الجماعي يعني الكلام والحديث مع الدكتور خليد محمود إن طمننا على حالة محمد محمود ومحمد محمود واحد من اللعبة المؤثرة في النادي الأهلي إن شاء الله ويكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي خلال أيام هيشارك في التدريبات الجماعية بطمنك بطمن جماهير النادي الأهلي أيضا حسين الشحات خلال يومين ثلاثة هيبدأ البرنامج التأهيلي ويكون جاهز الوداد ومبراطي الوداد في الدور نصف النائل لدور أبطال إفريقيا نادي الأهلي هيب يستعيد بعض اللعبين المهمين جدا محمود كهربا برضو أطمنك هينتهي الإقاف الخاص بكهربا من الأربع اللقاءات القادمين لقاء الجونة ثم لقاء المصري ثم لقاء ودي دجلة ثم لقاء حرس الحدود اللي هيكون يوم سبعة تسعة بعد سبعة تسعة يكون كهربا إن شاء الله جاهز للمشاركة مع نادي الأهلي أيضا أطمنك على حالة كريم ندفد يا أمير كريم ندفد النهاردة كان موجود في الجيم بيقدي الجلسات التقيلية وبيصير على البرنامج التقيل وخلال فترة قريبة إن شاء الله كريم ندفد هيكون موجود يعني بنسبة كبيرة وليد سليمان هيكون خارج مباراة الجونة القادمة أحمد الشيخ هيعود من جديد ليه قائمة الأهلي في هذا اللقاء وبالمناسبة يا أمير دائما بنضرب بالنادي الأهلي المثل وبنضرب المثل بالعبط النادي الأهلي زيارة وليد سليمان لمحمد عبد الشافي بالأمس لقت استحسان الجميع والجميع أشاد بيها وهو ده النادي الأهلي وهم دول ولاد النادي الأهلي وهو ده دايما وليد سليمان يعني بجملة الحملات الموجودة على النادي الأهلي أمير الحملة أيضا المعمولة على وليد سليمان وليد سليمان موحب من نعيب أصحاب الخلق الرفيع ودايما بنقول قادر سالة بيوصلها وليد سليمان لزيارته لمحمد عبد الشافي أطمنك يا أمير وأطمن كل جماهير النادي الأهلي على جهازية لقابة النادي الأهلي خلاص طوينا صفحة مباراة القمة بنركز في المرحلة القادمة بدءاً باللقاء الجونة بإذن الله إن شاء الله يا فاروق أنا بشكرك شكراً جزيلاً زميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي اللي قال لنا كل الكواليس التتعلق بمران اليوم وقال لنا كمان بعض الأخبار المهمة والسعيدة لجمهور النادي الأهلي وبالمناسبة عايزة قفل حتة وليد سليمان دي كمان بجزئية معينة وهي بخصوص إيه؟ بخصوص إن وليد بيتهاجم الهجوم ده كله واضح جداً عشان اللعب يختار الأهلي اللعب يختار أنه يكمل في النادي فإيه الراجل اللي حيقعد في الأهلي ده؟ ده الناس كلها حاولنا نحارب فيه أن هي تخرج من النادي إيش معنا وليد؟ فلازم تخبط في وليد بقى بكلام غير منطقي فاصلوا نكمل يلا أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نتكلم شوية عالمياً لأن في الحقيقة كان حدث مهم جداً مبارح ونهائي دوري أطال الأوروبا ما بين باريس سان جرمان وباير ميونيخ واللي انتهى بفوز باير من نتيجة 1-0 في دقيقة 59 من عمر اللقاء أحرزه اللعب كينجسلي كومن اللعب الفرنسي المميز وسريع واللي عنده قدرات فنية كبيرة جداً وقدر من خلال الهدف ده أنه يفرح جمهور باير ميونيخ وأيضاً كمان أنه يفرح مع زميله في اللقطات اللي حدثت وشايفينها دلوقتي على الشاشة وكانت حاجة في الحقيقة أوكات مباراة كبيرة جداً جداً باريس سان جرمان برضو عمل مباراة مميزة لكن ما كانش فيه توفيق شوية وكان الأقرب للفوز على مدار المباراة هو فريق باير واللي في الحقيقة عامل سنة دي موسم رائع جداً جداً وقدر أنه هو يفوز بثلاثية كاس ألمانيا الدور الألماني والشامبينزليكا خلينا نروح نشوف التريند العالمي الأرض نبتدي بالتريند العالمي بأبطال أوروبا وده اللي تكتب على صفحة باير ميونيخ على فيسبوك نشر حساب باير ميونيخ على تويتر صورة للاحظة تسجيل كومن هدف المباراة ووصفها أنها لحظة خلود صفحة باير ميونيخ كمان على فيسبوك نشرت فيديو لاحتفالات الفريق بعد التطويق بدور الأبطال لا يمكن الوصول شباك باير في وجود العملاك نور ده اللي قاله الصفحة الرسمية اللي في الجول على تقلق مانويل نوير في مباراة مباراة حساب باريس سان جرمان على تويتر علق على خسارة فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا قائلا انتهى الأمر هذه النسخة ملك باير ميونيخ في المقابل جماهير مارسلية تحتفل بعد هزيمة باريس سان جرمان لأنه هم الفريق الوحيد اللي كسب دوري الأبطال في فرنسا حتى الآن وده اللي نشروا حساب في الجول على تويتر وهم في الحقيقة حققوا البطولة هو الفريق الفرنس الوحيد اللي حقق البطولة فيه تلاتة وتتعين نمار تقريبا الهزيمة كانت مأثرة عليه ويوجه من خلال حسابه على تويتر تهنئة لفريق باير ليفر كونزين بدل من باير ميونيخ وحساب ليفر كونزين رد عليه قال لماذا تهنقني احنا بنلعب بلايستيشن حساب في الجول على تويتر نشر صورة أو صور للظهور الأول لبيرلو في تدريبات يوفينتوس بعد توليق القيادة الفنية للفريق طيب دي كانت بعض الأمور تتعلق بمورات الأمس وبعض الأخبار كمان العالمية لكن أنا عايز أقرب من الصورة بشكل أكبر واروح لأستاذ شافي مسعد الناقد والمحلل الرياضي بوكالة الأنباء الروسية عبر سكايب يا أستاذ شافي أهلا بك أهلا بك يا أمير وأهلا بسادة المشاهدين منورنا طبعا الحديث الأهم دلوقتي بخصوص مباراة الأمس ما بين باريس سان جرمان وبايرن في نهاية التشاملز ليج والتي تفوق فيها فريق باير ميونيخ بنتيجة 1-0 هدف كينجس لكومان رأيك في المباراة دي وهل يستحق فريق باير ميونيخ الفوز باللقب؟ هو أخيرا انتهت أطول نسخة من دور أبطال أوروبا طبعا في ظروف الأخيرة بفوز الأملاك البافاري باللقب السادس في تاريخه طبعا على حساب الفريق الباريسي ويمكن حقق بعض الأرقام القياسية يعني بحقق معدل الموسم رائع هو حقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخة شاملز ليج بـ 11 فوز على التوالب اللي هو برضو بيتفوق على نفسه وعلى ريا مدريد اللي كان معهم الرقم السابق عشر مباريات لو هنتكلم عن المباراة يعني كان النهائي متمثل فيه صراع الأموال والموهبة من جانب وده هنا طبعا الحديث عن الفريق الباريسي اللي استثمر يعني من ملايين من ملايين بدون كلل أو ملايين عشان يجيب أكبر لعيب علشان من أجل اللقب الأوروبية والجانب الآخر من الصراع طبعا كان الفريق البافاري طبعا العريق اللي عنده هواية سابتة دايما وخبرة أوروبية وماكينات اللي لا تعرف الفشل عن مار الأعوام لكن طبعا في النهاية الأموال برضو فشلت في جانب اللقب الأوروبي يمكن طبعا شفنا خلال العقد الأخير الاستثمارات الخليجية سواء في باريس سنجرمان أو منشستر السيتي اللي عمل كل حاجة تقريبا علشان يجيب أفضل اللعيبة وأفضل المدربين على شان يجيبوا اللقب الأوروبي لكن في النهاية دايما بيفشلوا أمام أمريقة أوروبا الأصليين أو كبار أوروبا الأصليين طبعا كان المنطق باير مينيخ هو اللي فوز من اللعبة اللي رجحت كافة بايرن من وجهة نظرك يعني على مدار البطولة كلها هو طبعا فيه عنصر أساسي لو هنكلم عن عنصر نشايفه الأبرز بعد هو الحارس الأملاك طبعا يعني نوير بعد فترة من الإصابات والترابع والشكوك أثبت مرة أخرى أنه هو أفضل حارس في أوروبا في الوقت الحالي يعني يمكن حارس بيحسسك أن الفريق بتاعه 12 لعيب مش 11 يال دايما بيطلع عبر المربع وبيقوم بأدوار الليبرو على الأكمل رجح دايما عنده أسلوب خاص به في الحراسة يمكن بيستخدم رجلية بشكل رائع جدا على طريقة حراس كرة اليد التكنيك بتاعه اللي هو بيخليه يغطي أكبر مساحة ممكنة بإمتدرات جسمه ورجل وإيده وده طبعا اللي بيكون فعال بشكل جميل جدا في صد كرة قريبة منه والإنفراضات ويمكن إحنا شخنا ده طبعا مبنح أكثر من إنفراض وأكثر من فرصة بالتكنيك ده قدر يحافظ على مرمى وقدر يكون الأسد الأكبر في نهائي دار الأبطال نظر ده حتى القرى التي حسبت أوف سايد لإمبابي هو جمع نوير شاطها نوير صدها ما شاء الله عليها حاج جمد جدا لكن بخلاف نوير بخلاف نوير وبخلاف لبندوسك كمان في جنابري مثلا جنابري ده من أبرز اللاعبين اللي في البطولة السنة دي ومع موسم كامل مع بار ميونيخ ماشي بشكل ممتاز رغم كل الصعوبات اللي مر بيها اللاعب ده على مدار مسيرته الكارير بتاعه كان في بعض المحطات اللي ما كانش موفق فيها إطلاقا يعني مثلا عندك لما كان في فاريس أو لما كان في وست برومتش ألبيون توني بوليس لو تفتكر المدير الفني قالك إيه قالك ده اللعيب لا يصلح اللعب في وست برومتش سبحان الله دلوقتي بيلعب في طاير وبيتعلق هو ده الواحد لما بيلاقي فرصة ويمسك فيها ويكون مؤمن بإمكانياته ويكون بيقاتل في كل فرصة جيدة وهو ده دايما النتاج وهو مؤمن بموهبته الكبيرة هو لعب رائع بكل حاجة في الملعب بسرعة تأميرات قصيرة وبينيات وتجزات من بعيد فهو لعب رائع جدا لكن طبعا أنا شايف الفضل الأكبر فيه يعني بشكل عام فيه التفوق البافالي هو المدرب يعني هانف فلوك يعني مدرب رائع قدر يوظف إمكانياته وماهر فريقه بشكل مدهش وهو تحول خلال أشهر قليلة من مجرد مدرب طوارق بديل بالضبط لبطل قومي يعني هو باير ميوني خلال الإسانات الأخيرة تعاقد مع أفضل مدربين في العالم علشان يجيب اللقب الأوروبي يجيب جوارديولا وفشل كولي أنشلوتي وفشل كوفيتش وفشل هو جاي من بعيد عشان دايما يقول دايما يلاقي فرصة ويمسك فيها ويكون عنده إمكانيات فعلا بيقدر يحقق النجاح بأمقال معين هو طالبا نفس القائمة طبعا مع خلاف رحيل روبين ويربري قدر يستغل لكل فرصة وفاس بالسلوسات التاريخية المرة التانية في التاريخ النالي بكفاري بعد 2013 على ما أتذكر بالضبط هو كمان لو قدر يعايد الرقم برشيونة في السلوسات اللي معاه برضو السلوساتية مرتين ولو برضو حنتكلم عن خارج أوروبا هو الأهلي هو الأهلي مصر طبعا حق الإنجازة إن شاء الله يكون فالك شكرا جزيلا أستاذ شافي مسعد الناقض والمحل الرياضي بوقات الأنباء الروسية وكان معنا عبر سكايب وتكلمنا معاه في بعض الأمور العالمية تحديدا فيما يتعلق بمورات الأمس في نهاية دورة أبطال أوروبا ما بين باير نواب باريس واللي انتهت بفوز باير بنتيجة 1-0 وتوجل المرة السادسة في تاريخه ببطولة التشامل المزيج الأوروبي طيب هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكام يلا طيب خليني سريعنا أشوف مشاركات حضراتكم وتفعلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا ورسالتكم اللي حابين توجهوها للاعيب النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة ونبتدي بمروان أبو بكر واللي قال جمهوركم معاكم ونصد بكم كونوا على قدر المسئولين معاذ حمدي الأزهاري قال كونوا رجال في القادم ونحن معكم دائما وأبدا الأهلي نادي القرن محمد إبراهيم قال جمهور الأهلي وراكم وبيدعمكم لآخر لحظة برغم الهجمة الإعلامية الشارسة عليكم والتشكيك في قدراتكم مؤمنين بكم وبقدراتكم على حسن أفريقيا إن شاء الله تعالى محمد سعيد قال أقول لهم إحنا في ظهركم ومندعمكم في المرحلة المقبلة وعايزين بإذن الله دوري أبطال أفريقيا بإذن الله أحد أحد أسر دي كانت بعض التفاعلات الجمهور للنادي الأهلي على الصفحات المختلفة لقناة النادي كل الدعم لفريق النادي الأهلي جاهز فني العبيد مجلس إدارة إن شاء الله بإذن الله هقولنا اللي إحنا نفسنا فيه من خلال الدعم والمساندة المتعودين عليها دائما من جمهور النادي الأهلي دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند بكرة وبعد وحيكون معكو زميلة العزيز محمد سعيد واشوفكم إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم السبت القادر إلى اللقاء